شيء ثالث أسماء الشيطان وصفاته تعبر عن طبيعته وعن هويته وعن عمله يعني كل اسم من أسماء الشيطان هي تعبير عن عمله فهو المشتكه وهو المخادع وهو المكار هاي كلها صفات شيطانية حبائي فكل هذه الصفات مثلا تعبير عن عمله فإذا لما بتقرأ مثلا أسماء المسيح وألقاب المسيح مثلا يدعى اسمه يسوع ليه؟ لأنه يخلص يخلص من الخطية فإذا هذا الاسم أو اللقب هو تعبير عن طبيعة وعن هوية وعن عمل وطبعا بدون ذكر الآيات إذا حبيت ممكن نبعث لك الآيات إذا بتحب يعني مكتوب عنه أن هو المجرب هو مكتوب عنه هو رئيس هذا العالم رئيس هذا العالم يعني تخيل أنت شو عاوز يعمل في هذا العالم مش بس رئيس هذا العالم مكتوب عنه هو رئيس سلطان الهواء فمهم جدا أحبائي موضوع الروحنيات وحتى كيف بتصل الرسالة على الهواء أو الفضائيات أديش إلها أهمية وأديش إلها قوة وتأثير هو رئيس سلطان الهواء مكتوب عنه هو القناس بينصب الفخاخ عنده فلسفة عنده نظام عالمي شرير لأنه مكتوب عنه أنه هو أيضا الشرير والعالم قد وضع في الشرير وهو أيضا رئيس أجناد الشر الروحية عنده تنظيم عنده قاعدة عنده أحزاب فهو يعمل من خلال نظام شيطاني في مراتب يعني يعني وهي المراتب كل تخصصات يعني شياطين بتخصصات وكل نوع شياطين إلها تخصص معين بتشوف مثلا رئيس فارس رئيس اليونان الأخير في سفر دانيال لما كان بصلي في تخصصات في مواقع بشان هيك هو رئيس سلطان الهواء بشان هيك الصلاة الروحية هي بتلمس الأجواء وبتكسرها وبتكسر المناخ الروحي كتير مرات بنقول طب ليه الله مش عم بيشفي ليه الله مش عم بيبارك ليه عم نصرخ ليه 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 في مناخ روحي غطاء محتاج يتكسر لأنه بيعمل عن طريق اللعن يعني بتعرفوا أنا لما مرات بكتب أو بتكلم في كلمة على الفيسبوك تعرفوا كم واحد بقول لعنط الله عليك الله يلعناك كذاب تعرف كل هذه الكلمات الشريرة بيطلقوها على الإنسان وما بيعرفوا أن هذه الكلمات هي كلمات شيطانية أنت عم تطلق سهام شيطانية ضد الشخص مشان هيك أنا كتير بفرح لأنه بالمقابل عم بشوف عشرات بالمئات الألاف من المشاهدين والمتابعين دائما بيحكوا لهذه العبارة وين ما بيشوفوني سواء في الخدمات على التيفي على الفيسبوك في الحملات اللي بنعملها في كل مكان ربنا يباركك ربنا يباركك ربنا يباركك عارف الأنتي دوت يعني زي العلاج الفكسين خلينا نسميه يعني من ناحية هم يلعنوا أما نحن فنبارك فإذا في حرب شعواء حرب ضروس مشان هيك أحبائي عنده عصبات ما هو بيشغل ناس بيشغل حكومات بيشغل رئاسات بيشغل قيادات يعني بيشغل اضطهاد بيشغل أنظمة كلها شريرة ومدمرة لكنيسة الرب